مراسل بي بي سي لشؤون البريطانية زميل عصام عكريماوي معي في السوديو عصام عمان اتخذت خطوة أخرى بأن حجبت عن الطيران الإسرائيلي المدني الإسرائيلي استخدام المجال الجوي هذه المكالمة بين رئيسي الدبلوماسية في عمان وفي بريطانيا أي شيء ممكن تحققه مثلا؟ يعني بريطانيا تحاول من خلال أصدقائها في منطقة الخليج كان هناك أيضا محادثة مع وزيخ رجية البحرين العمل على احتواء ما يجري معروف أن بريطانيا تتماهى إلى حد كبير مع موقف الولايات المتحدة هي ترفض وقف إطلاق النار لكنها تتحدث عن وقف جزئي أو مؤقت لأغراض إنسانية لإدخال المساعدات وغيرها هناك تباين الآن بين موقف الحكومة البريطانية وموقف الدول تعتبرها من الحلفاء في المنطقة الشرق الأوسط مثل الدول الخليج والأردن ومصر التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار حماية للمدنيين الدبلوماسية البريطانية تحاول شرح وجهة النظر البريطانية لما يتعلق بهذا الأمر تقليديا الموقف البريطاني في ساعات التصعيد كان يبدو هادئا والمتواضع علينا ربما تحرص على المشاعر في المنطقة وعلى الجهة أيضا مسؤولية التاريخية الصوت البريطاني كان قويا في البداية هذه المرة هل تحاول بريطانيا الآن أن تخفف من تلك الوطأ التي بدأ عليها موقفها في بدء الأمر أعتقد أن الحكومة والمعارضة في بريطانيا فهمت الرسالة هناك مظاهرات كبيرة تجري في شوارع لندن وغيرها من المدن البريطانية كل يوم سبت وهناك معارضة كبيرة شعبية لما يجري هناك رغبة حقيقية من قبل البريطانيين على المستوى الشعبي بوقف إطلاق النار بشكل فوري نظرا للصور المؤلمة والمرعبة التي يشاهدونها على شاشة التلفزيون كما قلنا بالإضافة إلى الضغط الشعبي على أعضاء البرلمان الناس تكتب إلى أعضاء البرلمان وتطالب الحكومة بتغيير موقفها أشكرك جزيلا عصام عكريماوي من فريق مراسل بي بي سي نيوز عربي وزارة الخارجية الأمريكية قالت الوزير أنتوني بلينكين سألت